في تصعيد غير مسبوق على فساد ميليشي الحوث والمخلوع قام موظف هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء بإغلاق مبنى الإدارة العامة مطالبين برحيل الفاسدين الذين عينتهم ميليشي الحوث والمخلوع الانقلابية في قيادة الهيئة ويقومون بمصادرة أموال المستشفى وحرمان الموظفين من حقوقهم ومرتباتهم المتوقفة منذ أشهر وهتف المحتجون من طواقم مستشفى الثورة العام بصنعاء الطبية والإدارية مطالبين برحيل المدير العام المعين من الانقلابيين ونوابه الفاسدين ومحاسبتهم على الأموال التي نهبوها وسرقوها من المستشفى مؤكدين أن هيئة مستشفى الثورة العام تتعرض للتدمير والتجريف من قبل الميليشي الانقلابية وأدواتها الفاسدة والاستغلالية ترجمة نانسي قنقر